مرحبا معكم دكتورة شفيل عواودة اختصاصية الجلدية والتجميل والليزر اليوم راح نجاوبكم اسئلة عن الكيراتين وبروتين الشعر هلا كتير من الصبايا بيحبوا يكون شعرهم مفروض سهل التسريح ما في نفشة لهيك من الاسئلة اللي بتتكرر بالعيل يعادة هل كولاجين والكيراتين والبروتين للشعر هي من الامور المفيدة للشعر وانه نظل نعملها ولا لا هلا بشكل عام لعشان الشعر هاي تظل على الوضع المفروض ظهرت هاي التقنيات الكيراتين هو البروتين الاساسي المكون للشعر بهاي التقنية اللي بيتم فيه طبعا الكيراتين هو نفسه البروتين والكولاجين وبوتوكس الشعر تقريبا فيهم نفس المكون اللي هو البروتين الاساسي للشعر مع بعض الاختلافات والاضافات البسيطة اللي بيصير فيها بهاي التقنية إنه إحنا الشعرة نفسها منغلفها بهذا البروتين ومنحافظ عليها على الوضع المفروض لما تتغلف هاي الشعرة بتظلها محافظة على الوضع المفروض كيف نحافظ على هاي الشعرة المستقيمة؟ هون بتظهر المشاكل أول شي إنه هاي المادة ممكن يتم إضافة إلى مادة الفورمالين اللي هي مادة مصرطنة مع إنه في مواد جديدة هلأ بكتبوا إنها خالية من الفورمالين فبدنا ننتبه لهاي الشغلة الشغلة الثانية إنه طريقة وضع المادة وكوي الشعرة أكتر من مرة بنفس الوقت عشان تحافظ على هاي المادة بيؤدي لتقصف الشعرة ونشفان الشعرة وبيصير التساقط كتير أسهل لهيك هاي الطرق مش هدفها العلاج هدفها فقط فرد الشعر فبالتالي الصبايا اللي بيسألونا إنه إحنا منحب يضل شعرنا مفروض وما في طريقة تانية ما نعمل هاي الطريقة أكتر من مرة بالسنة يعني هي رح تعد لأشهر فما نكررها أكتر من مرة بالسنة كمان خلال هاي الفترة نحافظ على تغذية كتير قوية للشعرة عن طريق كريمات الشعر زيوت الشعر وفيتامينات اللي بتغذي الشعرة وآخر شي إنه ما نعملها وأصلاً عنا تساقط وفي مشاكل بالشعر فنعالج بالأول المشاكل وبعدها ممكن نعمل هاي التقنية ونتمنى لكم الصحة والسلامة ترجمة نانسي قنقر